العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته نعم يعني من قال حوى العلم فإنه يعني كذب لا يمكن احتواء العلم خاصة مع توسعه وكثرة مجالاته لا يمكن ولكن أيضا لا ينبغي الاستهانة بأحد يعني أنا أذكر أن أحد الإخوة يقول رأيت أحدهم عنده مسبحة طويلة جدا يسبح بها فجئت فقلت له هذه بدعة فقال لي أسألك سؤالا قلت نعم قال هل حويت العلم قلت له لا قال هل حويت نصفه يقول قلت في نفسي أين سيصل بي هذا قلت نعم حويت نصفه قال هذا من النصف الذي لم تحويه بغض النظر لأن هذا صار لكن القضى أن الإنسان لا يمكن أن يحوي العلم لا يمكن أن يحوي العلم فإذا حويت معشاره فأنت الموفق المسدد فالإنسان لا يدعي احتواء العلم لأنه لا يمكن أبدا خاصة مع تفصيلاته لا تنتهي خاصة بعد والذي ذكرناه قبل قليل لأنه علم الوسائل ما تنتهي المسائل أبدا فإنسان يتق الله ثباره ويحصل من العلم ما يستفيد منه نعم